بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الرابع من المحاضرة الثانية في المحور الرابع بعنوان تورشن سنتعرض في هذا الفيديو إلى شرح المثال الثاني نبدأ بالمعطيات مطلوب حساب الـ Average Shear Stress على النقطة A وعلى النقطة B مطلوب أيضا حساب زاوية الالتواء عند النقطة C مع العلم أنه المعطيات بالنسبة للمقاسات هي على هذه الرسمة طول في عرض للمقطع 60 مليمتر في 40 مليمتر الثيكنس 5 مليمتر على الطول و3 مليمتر على العرض هنا معنا رسمة الفري بادي دياجرام من النقطة C إلى النقطة A&B وهنا من النقطة C إلى النقطة D باستعمال قانون الإكليبريوم نتحصل على أن العزم عند النقطة A&B يساوي 35 مليمتر لأن Sigma M عند النقطة A مثلا يساوي مجموع العزم يساوي 60 ناقص 25 مليمتر أيضا بالنسبة للمين أريا تأتي الطول 57 مليمتر والعرض 35 مليمتر كانت 40 ناقص 2.5 و2.5 تأتي 35 مليمتر وهنا كانت 60 ناقص 1.5 و1.5 يعني 3 تأتي 57 مليمتر هنا معنا حساب المين أريا طول في العرض معطى T A 5 مليمتر والT B 3 مليمتر على طول نعمل حساب الطاو A شير استرس عند النقطة A هي T تقسيم 2 T AM كل القيم معنا حسبناها يساوي 1.75 ميجا باسكال نفس الشي بالنسبة للطاو B يساوي T تقسيم 2 T AM بالنسبة للطورك نفس القيمة ما يختلف معنا إلا السمك 3 مليمتر يساوي 2.92 ميجا باسكال وهذا اللي مرسوم عندنا هنا قيمة الشير استرس عند النقطة B 2.92 ميجا باسكال وعند النقطة A 1.75 ميجا باسكال أما بالنسبة للأنجل أف تويست The total angle of twist عند النقطة C يساوي مجموع الأنجل أف تويست ما بين الجزء CD وDE الطول بين CD هو 0.5 متر والطول ما بين D و E 1.5 متر T L على 4 AM تربيع J J هو الشير موديلس طبعا ما يختلف معنا هنا إلا التورك ما بين C و D 60 نيوتن متر وبين D و E 35 نيوتن متر أيضا integral DS على T هو بيكون إيش؟ بيكون معنا أول شيء 2 ضرب الطول 57 تقسيم السمك T أيضا هنا 2 يعني عرضين معنا 35 ملي متر تقسيم السمك 3 ملي متر هذا بالنسبة للجزء CD وهذا بالنسبة للجزء DE الطوطل يطلع معنا 6.29 من ألف راديانس ترجمة نانسي قنقر